عزيزة ولاب وطالبات الصف العاشر يلا نبتدي مع مذكرات knowledge أو مذكرات المدرس في بيتك مش هتحتاج مدرس في البيت هدفنا الأساسي إن احنا نوصل معاك للامتهان وإنك ما تحتاجش مدرس في البيت وإنك تقدر تدرس بنفسك أول شي يلا نقرأ كلمتنا absorb absorb anti-oxident 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 arthritis 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 caffeine calcium calcium cholesterol cholesterol combate dietician dietician digestive digestive fiber fiber iron iron metabolize metabolize neutralize neutralize nutrition 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 probiotic probiotic protein protein saturated saturated fat saturated fat dominating stimulant osteo 疲 Hertz fat unsaturated fat vitamin vitamin boost boost comprise comprise dehydration dehydration fatigue fatigue opacity opacity deficiency deficiency grilled metabolism metabolism organic organic bone granite bone granite rda طبعا دي اختصار recommended daily allowance cedium cedium supplement supplement appeal to appeal to atmospheric atmospheric crammed crammed eatery eatery fanatic irresponsibly irresponsibly malnutrition malnutrition sorry salad bar salad bar speciality speciality vegetarian vegetarian wholesome طبعا عندي absorber يعني ينتص anti accident اللي هو مضضي للأكسدا arthritis اللي هو التهاب المفاصل كافيين اللي هو الكافيين عادي وكالسيوم هو الكالسيوم كالسترول الكالسترول combate طبعا الوحدة كلها تتكلم على الصحة combate يعني يقاوم او يحارب dietation اللي هو خصائي التغذية fiber اللي هي الالياف اللي هي طبعا مفيدة للصحة iron اللي هو الحديد metabolized اللي هو التمثيل يمثل غذائيا طبعا منها كلمة metabolism اللي هو التمثيل الغذائي neutral life يعني يحيط شيء neutralized sorry يحيط مفعول شيء او نتيجة شيء يبطل مفعوله يعني nutrition اللي هي التغذية probiotic اللي هي البكتيريا المفيدة اللي هي الوشروبات اللي فيها بكتيريا مفيدة protein اللي هو البروتين saturated fat اللي هي الدهون المشبعة طبعا عندي مضرة عندي stimulant يعني محفز او منبع saturated fat اللي هي الدهون الغير مشبعة عندي vitamin يعني vitamin post يعني يعزز او يؤيد comprise يعني يتألف من dehydration اللي هو الجفاف اللي بيحصل طبعا لما منشرب شمية كتير فتيج اللي هو الارهاك والتعب opacity اللي هي السمنا المفرطة deficiency يعني نقص grilled يعني ما شوي metabolism اللي هو التمثيل الغذائي نفسه organic يعني عضوي البنكورانيت اللي هو الرمون RDA اللي هو recommended dairy allowance يعني انا المفروضة عندي كل يوم في حد معين من البريتينات لازم اكله حد معين من النشويات لازم اكله حد معين من الدهون الغير مشبعة لازم اكله دي زيش الغار دي ايه صديم يعني صديم يعني مكمل غذائي ابيل تو يعني يعني روق لي اتموسفرك يعني رائع يعني مزدحم ايت ري يعني مطعم او مكان الاكل جاي من كلمة ايت ايت يا ياكل ايت ري اللي هو المطعم فاناتك يعني شخص متعسب irresponsibly يعني بشكل غير مسؤول مال نيتريشن اللي هو سوء التغذية صالة بار اللي هو جزء الخاص بالسلطات في اي مطعم بيبقى فيه جزء السلطة البوفية بتاع السلطة سباشيالتي يعني تخصص فيجتيريان يعني سنباتي هولسم يعني صحي طيب يلا نشوف الاسئلة بتجلنا ازاي the place is so with people one can't put a feet يعني مش قادر حط رقلية في المكان صور مكان ده هيبقى crammed ولا فاناتك ولا grilled ولا digestive طبعا هيكون crammed we have to eat that and never exceed to be healthy and fit لازم ناكل ايه الانتي the ocident ولا البروتين ولا الاردي ايه طبعا لازم ناكل الاردي ايه وما نتخطاش الحد بتاعه علشان نبقى healthy there are many criteria for the good when one can have his meal with real joy with real joy sorry الجود ايه يعني فيه علامات كده او حاجات بتحدد لي المطعم الكويس ده انا قدر اكل فيه الopacity ولا الصلاة بار ولا الارثريتز ولا الاتري طبعا هي الاتري the green tea the geriatric bad effects طبعا هو بيعمل ال green tea بيحارب اثار الشيخوخة absorbs ولا posts ولا neutralizes ولا combates طبعا هي combates the good bacteria is real for food metabolism is a real stimulant ولا الباستي ولا فتيج ولا كالسيوم طبعا الجود باكتيريا دي محفز للتمثيل الغذائي it's important to have probiotic before sleeping to motivate that طبعا ما تشوف ذاو system يبعا تقوله digestive system علشان احفز النظام الغذائي لازم ان انا اشرب اكل الروب او اللي فيه بكتيريا نافعة او الزبادي اتسترا لان هو بيساعد عملية الهضب the vegetarian life style lacks what which leads to serious problem lacks metabolism ولا lacks antioxidant ولا كافيين ولا بروتين طبعا lacks the protein it's advisable to drink great amount of water during hot days to avoid what ليه المفروض ان انا اشرب مية كتيرة في الايام الحرة علشان اتجنب طبعا الجفاف اللي هو السيديم ولا nutrition ولا dehydration ولا stimulant طبعا dehydration food is so important for the success of any regime طبعا fanatic food هنوصف الفود بنواه fanatic ولا probiotic ولا grilled ولا atmospheric طبعا الطعام المشوي مهم النجاح اي رجي people in poor countries always suffer from the bad that may lead to death bad ايه الناس اللي عايشة في المناطق الفقيرة بيعانوا من ايه من الباد سيديم ولا نيوتريشن ولا ديهايدريشن ولا استيميلانت طبعا من الباد نيوتريشن التغذية السياء ده نمط بيجينا من الاسئلة وده النمط التاني بيجيب لي مجموعة من الكلمات وبيطلب مني ان اوظف الكلمات داخل بجملة unsaturated fat rda neutralize boost fatigue wholesome طبعا المفروض في البداية ان انا احاول ان انا اترجم علشان احل السؤال لازم اترجم الكلمات اللي عندي وبعدين ابدأ اوظف كل كلمة في مكانها الصحيح لما اطلقبت شوية حبدأ ان انا افكر او ان انا ارجع استخدم بقى الحيلة اشوف الpart of speech المطلوب هل هو اسم هل هو فعل وخلينا نشوف صار despite his my dad decided to go to his work طبعا على الرغم من ايه بابا سمم مني روح الشغل على الرغم من الفتيق التعب بتاعه government shared a new generation and provide them with better employment لازم الدولة تدعم الشباب الصغير post my dietitian advised me to eat healthy and food healthy and wholesome food وطأكل لنا اكل طعام صحي that is not harmful as saturated fat as it has healthy and useful elements this is elements by the way to the body طبعا ال unsaturated fat هي مفيدة مش زي السaturated fat this is number 9 grain tea toxic from our body and flushes it out طبعا نتيراليز تاكسك بي يعني بيخليها تبعد عن جسمنا او بيحيد عملها طبعا دي الطريقة اللي احنا المفروض بنحل بيها لازم نكون عارفين كويس قوي معاني الكلمات عشان نقدر نوظفها في مكانها الصحيح نيجي بقى للجزء الخاص بجرامر اول حاجة عندي ال past simple tense اللي هو زمن الماضي البسيط بستخدمه في ايه؟ عن حدث انتهى بالماضي خلاص حاجة حصلت وخلصت I met Mr. Allen yesterday I look here for yesterday and met طبعا مت هنا في الزمن الماضي اللي هو التصريف الثاني للفعل المصدر بتاعه ميت والتصريف الثاني مت I cast them that no longer have عرف لم يعود موجود all women sorry all women wore veils in the past طبعا this is the past of wear war طبعا دي عادة ما عادتش موجودة ان كل الستات كانوا زمان يلبسوا النقاط عادة لم تعد موجودة a habit that no longer happened they I used to wear jeans I used to wear jeans انا اعتدت ان انا ألبس الجنس دي استخدامات الماضي البسيط ايه التصريف بتاعه هو عبارة عن ايه هو عبارة عن التصريف الثاني للفعل نشوف كده سوا انا عندي نوعين من الأفعال أفعال منتظمة ودي بحولها للماضي بإضافة D او AD او I AD امتى احط D it added if the verb ends with E لو الفعل اخره E بحط له في التصريف الثاني D شايفيني الفرب hate ها sorry ادي hate هون sorry hate اخره E لما احوله للماضي هيبقى hated بس اضيف له D the same for love and like امتى احط ال I AD added if the verb ends with Y preceded by a consonant اذا ال Y قبلها consonant اللي هي زي try ال R هنا consonant اجي احولها للماضي حتبقى try عشان اميز بين ال consonants لازم اعرف الفاول الفاولز بتعطي عبارة عن ايه عبارة عن حرف ال A وال E وال I وال O وال U اللي غيرهم بيكون cursed باقي الافعال بتاخد ED يبقى دي الافعال المنتزمة طبعا عندي افعال بضعف في الحرف الاخير زي stop stopped الكلام ده امتى لما تكون يعني قبل ما حط ال ED مطلوب من ان انا ضعف في ال P ليه لانها بتتكون من يون السيليبل من مقطع واحد وبتنتهيب second قبله متحرك نيجي للافعال الشازة انا عندي ثلاث انواع من الافعال الشازة افعال مش بتتغير خالص زي cut cut و hit hit و shot shot عندي افعال تختلف في التصريف زي drive, drive, ride, road, run, run عندي افعال بتتغير في النطق مو بالكتابة read, read نفس الكتابة بس النطق مختلف ازاي بقى نفي بستخدم did في السؤال و didn't في النفي والاثنين لازم ييجي وراهم مصدر بدون اضافة تمام نشوف في السؤال did you made money yesterday طبعا did هنا اداة استفهام معناها هل اداة استفهام رئيسية yes i did or no i didn't او بستخدم did كفاعل مساعد بعد اداة الاستفهام where did you go last or friday هجاوب اقول i went to the beach تمام وفي فيديو خاص بتكوين السؤال اتمنى انتو تشوفوه في الوحدة التالتة كمان هنتكلم بالتفصيل على تكوين السؤال النفيب didn't plus infinitive i played well in yesterday match i didn't play نخلي بالنا لازم اجيب وراهم مصدر بدون اضافة احيانا do بتكون فعل اساسي what did you do do هنا مو فعل مساعد do هنا فعل اساسي معناه يفعل او فعل what did you do at the last weekend i didn't do anything ما عملش اي حاجة عادي في البيت زي كده مريضة عادي في البيت نيجل الباسد فورم بتاع verb to be طبعا انا عندي verb to be في المضارع am و is or لكن في الماضي was where طيب نيجل was where بصوا معايا where were you yesterday لو الجملة عندي فيها was where بستخدم was where كافعال مساعدة مش did لانهما already موجودين i was at the stadium watching the football match عايزة انفي مش هقول بقى didn't لقى هقول i wasn't يبقى نفي was wasn't عندي was بتاقي مع i وهي وشي وقت والنفي بتاعها wasn't والكوشن was she out it's طبعا دي جزء الاول we were you were they طبعا it's foo مع المجموعة اللي فوق sorry المجموعة التانية اللي هي we were you were they we were you they بيغضوا we were out عايزة انفي اقول we weren't out عايزة اسأل where you out طبعا الكلمات الدلة yesterday last ago one day once in the past وعندي كمان in ancient time وعندي once upon a time وعندي انزئت اي تاريخ قديم يعني انا 2022 وعشرين ازا قلت in 1990 شارك past simple tense وده كل ما يخص الماضي البسيط نجي بعد كده للماضي المستمر امتى بستخدم ماضي مستمر يستخدم للتعبير عن حدث كان مستمر في وقت محدد في الماضي I was watching tv at 6 yesterday خلي بالك انحنا لما نقول at 6 yesterday غلما اقول yesterday على الاطلاق لما قلت at 6 yesterday يبقى في الحالة دي انا استخدمت ماضي مستمر this means that I was in the middle of doing the action انا كنت مستمر في الحدث we use this tense in combination with the past tense to say that an action was continuing and another direction interrupts it بستخدموا مع الماضي البسيط بهم الاتنين بيقوا مع بعض الماضي المستمر مع الماضي البسيط امتى علشان اقول ان فيه حدثين حصلوا في الماضي واحد كان مستمر واحد قطع استمراره الحدث اللي كان مستمر اكيد هخليني ايه ماضي مستمر الحدث المستمر بيكون زمنه ماضي مستمر والحدث اللي هو اللي اعمل له interruption اللي قطع الاستمرار بيكون ماضي بسيط ده استخدام تاني ان انا بستخدمه انكمبانيشن ويذ الماضي البسيط عدي قاعدة while as و just as بيجي وراهم فاعل وبعدين ماضي مستمر وبعدين ماضي بسيط تمام الحالة التالية ان هما الاتنين بيكونوا ماضي مستمر لما يكون الحدثين استمروا مع بعض في نفس الوقت ماضي مستمر ماضي مستمر يعني الحدثين كانوا مع بعض بدون حصلش بينهم اي interruption او قطع و دي الحالة دي يعني شوية مش بتيجي when بعكسها when معناها عندما بيجي وراها ماضي بسيط وبعدين ماضي مستمر خليني اول تاني انا عندي while بيجي وراها مستمر ماضي مستمر يعني وبعدين بسيط عندي when عكسها بسيط وبعدين مستمر طبعا انت في الامتحان بيجيب لك واحدة يعني قابلك ماضي مستمر و تعرف على طول ان التاني هيكون ماضي بسيط قابلك ماضي بسيط تعرف ان التاني هيكون ماضي مستمر بيتكون من اي و هي و she و at بياخد واز وراهم فعل زاد ing و they بياخد وار وبعدها ing ولما بنفي الواز بتبقى وازنت وهم سابت وراها ing و الواز بتبقى ورد انت وهم سابت وراها ing بعد كده نشوف امسلة while i was talking to sally peter king يبقى انا وانا قاعد بتكلم مع sally peter gay يبقى الفعل الاساسي اننا الفعل كان مستمر اننا was talking الفعل اللي قطع استمرار in peter king while i was watching you tv sally was drawing a picture الكلام ده معنا at the same time يبقى الحدثين كانوا مستمرين مع at the same time وزي ما قلنا الحالة دي king a shower وبعد الماضي مستمر انا كنت باخد shower الحالة دي بلاشا مش عليكم خالص بعد كده انا عندي was where طبعا في السؤال في الماضي المستمر انا عندي was where بستخدمهم كأدوات استفهام رئيسية او فعل مساعد بعد اداة الاستفهام where you play tennis where you playing tennis when I called you هنا اداة استفهام رئيسية معناها yes I was what were you doing هنا فعل مساعد بعد اسنا الاستفهام at six yesterday I was watching tv طبعا دي الافعال اللي مش بنحط لها ING لها like who love hate who want to need or prefer لها فعل الحواس والمشاعر والتفكير مش بحط لها ING نشوف أمثلة the was hood so Sally was in a hurry so she had no time half ماضي بسيط Peter left the door opened and a cat came into the room ماضي بسيط بردو where you go last Monday طبعا هنا سؤال where did you go the play wasn't interesting I not enjoy it I didn't enjoy it كل د ماضي بسيط that situation no was so funny but nobody left ماضي بسيط سالي visit luxury visited luxury how عندي last Friday how did you travel د كل ماضي بسيط هنا بس تحكو من أول سؤال where go تبقى where did you go sorry where did rob go في فيديو خاص بتكوين السؤال نفس الشيء على الباقي في فيديو خاص بتكوين السؤال أتمنى أن أنتم تشوفوا while they eat the phone rank طبعا while بيج ورا ها اتفقنا while ورا ماضي مستمر وبعدين ماضي بسيط يبقى while they were rating طبعا خدنا ورا عشان عندي they وبعد كده الماضي البسيط rank while while طبعا هنا مفيش فاعل فبعملها كأن الحرف جر بحط لها ing while cooking على طول مفيش while while هنا مش وراها فاعل سارا didn't go to the party because she was sleeping ماضي مستمر when did jack come لان didn't be وراها ماضي فاعل في المصدر sorry rob bent his room all the day yesterday معنا ان الحدث كان مستمر تول اليوم يبقى he was painting my father not go to the work last friday يبقى طبعا ده ماضي بسيط الماضي بيت نفي didn't زائد المصدر didn't go when the train left i was running طبعا انا عندي وين ماضي بسيط التاني حيكون ماضي مستمر as they طبعا as the while ماضي مستمر يبقى we're talking richard derived نفس الطريقة while i was playing ماضي مستمر my sister prepared طبعا وفي الامتحال اصلا بيحط لك واحدة محلولة يعني مش بيجيب لك لتنين انساء وهنا تكوين السؤال خلاص عرفنا ازاي بنكون سؤال نفس الشي مفيش حق جديدة خلينا نحل correct هنا Sally eat when i called her المفوض was eating بس ده سؤال حقول was Sally eating ماضي مستمر والتاني ماضي بسيط وكمل جملة عادي Peter was خلي هذه المفروض دي الاثنين مستمرين في نفس الوقت Peter was listening to the radio while i was sleeping الاثنين حدسين مستمرين في نفس الوقت يلا نشوف where studying when i came home where were you studying كنت بتدرس فين لما نجيت البيت ادي ماضي مستمر والتاني ماضي بسيط we 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 went shopping yesterday and great time we went shopping and spent that is going to buy a a a a خاصة بترتيب الصفات بس خلينا الأول نقف هنا نعدي الجزئية دي نشرح الأول ترتيب الصفات تحت وبعدين نحل عليها بصوا معي سوري يعني ايه ترتيب الصفات يعني أنا بيكون عندي اسم الاسم ده ليه كذا صفات ازاي ارتب الصفات اللي قبل الاسم ده يعني أنا عندي مجمع من الصفات أنا عايز ارتبهم أول حاجة بحط ا او ان طبعا ان بتيجي قبل الكلمة التي تبدأ بحارف متحرك ان الا والاي والاي والاو والاي بقى اول حاجة بحط ا او ان بعد كده بحط الرأي بتاعي الابينين وبعدين الصيز اللي هو الحجم حجم الشيء وبعدين الاج اللي هو العمر وبعدين الشيب اللي هو الشكل وبعدين الكالر اللي هو اللون وبعدين الارجين اللي هو مكان المنشأ بلد المنشأ وبعدين الماتيريال اللي هي الخامة او المادة الخام وبعدين البربس الغرض لو موجود الغرض من الشيء ده وفي الاخر خالص بحط الاسم اللي هي دايما انتو بتعملوها بطريقة لطيفة انا تعلمتها منكو او او بنيون الس السايز الاهي اي اي جز شاشيب الكه الكالر الاء الارجين الاماتيريال انتو بتقولوها كده أخص تصرتوها وقت طريقة لطيفة او ساش كام This table seems a round little table A new sorry أول حاجة عايز أرتب طيب أدا عندي round Round ده عبر عن إيه عبارة عن حاجم shape sorry طيب وعندي little little size والnew ده اللي هو الإيج بتاعها صح يبانا حرتب حول إيه A little new round little little اللي هو اللي هو size بتاعها وبعدين اللي أما وجودة طبعا a little وبعدين new اللي هو الإيج بتاعها أوكي وبعدين round اللي هو shape بتاعها تبقى little new round table وبعدين أحط الاسم الموصوف اللي هو table أوكي أعايزين أهو a little brown cute طبعا little ده size الحاج وبعدين brown ده color في الآخر cute اللي هو الرأي بتاعي هقولها a cute little brown نحفظ الجدول ونشوف بناءا على حفظ الجدول هبدأ أننا أرتب الصفات يلا نشوف الترجمة الترجمة بيجي لنا بالشكل ده يجب تنوى مصادر البروتين واختيار السمك والمكسرات والحبوب فين الفعل اللي هتكلم عنه اللي هو مصادر البروتين sources of protein ويجب يعني يبقى we must يبحن قلو we must ينوى يعني verify the sources of protein and choosing fish nuts and cereals مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخدر مفيدة جدا مضادات الأكسدة يبقى تي خلانا يبقى green tea anti-accident are very useful بعد كده يجب اختيار النواع من الطعام والسوائل التي تحتوي التي تحتوي على القليل من السكريات المضافية يجب اختيار أنواع يبقى we have to choose food and liquids kinds that contain a little added sugars يمكن محافظة على بشرتنا وقلبنا وعضلاتنا عن طريق الاتزام بأكل الطعام الصحي إذا we can protect our skin heart and muscles via committing to to eat the wholesome food or healthy food عادي wholesome or healthy عمل حمية نباتية من غير استشارة المتخصصين قد يؤدي إلى ضعف وإلى سوء التغذية يبقى following a vegetarian diet without consulting a specialist mail it to my malnutrition a specialist mail it to malnutrition 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 يجب على من يريد أن التباح من البتية تأكد من وجود العناصر الغذائية الأساسية okay those who follow vegetarian diet have to make sure make sure of existing العناصر الغذائية الأساسية the essential 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 t-i-a-l sorry essential nutrition nutrition elements let me tell you oral لماذا تعتقد أن معظم الخضروات تحتوي على عناصر الغذائية أكثر عند أكلها نية why we think that the majority of vegetables contain a lot of nutrients when we eat it in raw what we think that the majority of vegetables contain a lot of nutrients when we eat it in raw we think that the majority of vegetables can be more nutrients when we eat it in raw حالا أنها تفقد عناصرها الغذائية أثناء عملية الطاهي because or as it loses المترجمات للمشاهدة في المشاهدة او دورينج دا كاكينج بواسس او كاكينج عادي يانا نشوف وزيلة الكتاب سم اسنشل نيوترينس وي نيد توكيب اور بادي انتي طول شايب ار ايه هي العناصر الغذائية اللي منحتكها علشان تحافظ على جسمنا كالسيوم بروتين فيتامينز اند كارباهيدرات this is الحاجات اللي احنا بنتعك one of the many ways to improve our health is by طبعا احد وسائل تحسين الصحة ان احنا by a adding probiotic drinks drinking green tea and eating healthy food دي العناصر المفيدة number c we can post our immune system by اقدر ان انا احس النظام المناعة بتاعي عن طريق a drinking probiotic drinks ان انا اشرب المشروبات اللي هي مضاف لها بكتيريا نافعة okay number four what can help help to have a successful diet ازاي اساعد ان انا يكون عندي ضايت صح adding probiotic drinks ان اشرب probiotic drinks is having green tea ان انا اتناول green tea with dark chocolate what are the benefits of green tea ايه فوائد green tea improves our immune system بتحسن نظام المناعة helps us to combat diseases بيساعدنا ان انا احارب الامراض why do some people prefer homemade food to fast food ليه الناس بتحب الطعام المعمول في البيت عن الطعام السريع because they are cleaner and healthier لان هو انظف واكسر صحة why do some people prefer fast food لانه بيتعامل بسرعة وكمان سعره كويس what are the impacts of probiotic and good bacteria ايه فوائد البروبيوتك والبكتيريا النافعة they improve immune system بيحسن الimmune system ضيها البقين متابولازم بيحسنه عملية التمثيل الغزاء green tea has some bad elements ايه هي المواد الضرة في green tea it contains the caffeine ان هو فيه الكافيين what is the difference between good and bad bacteria ايه الفرق بين البكتيريا النافعة والبكتيريا الضارة the good bacteria improves the immune system بتحسن التمثيل الغزائي وبتحسن النظام المناعة عندنا the bad ايه the bad lead to bad bacteria leads to illness and diseases بتصبب illness with diseases what are the benefits of green tea ايه فوائد green tea it removes the harmful toxic بيس بيعمل المواد بيطرد المواد الضارة او السامع it improves the immune system بيحسن النظام المناعة بتاعنا despite the vegetarian lifestyle is healthy it has some disadvantages ايه هي اضرار النظام النباتي ايه خليني نشوف الادفانتجي it has a lot of vitamins and minerals في فيتامينات ومعادن طب ايه الdisadvantages it lacks the RDA it may lead thermal nutrition ان هو بينقصوا ال RDA اللي هو التناول اللي هو الجزئيات المسموح بها يوميا من الأطعمة وكمان بيؤدي الى سوء التغذية what are the characteristics of a good restaurant ايه هي في مميزات warning لما جاء حظر حد هقول watch out نصيحة هقول you should او you shouldn't لو انا موافق على شيء هقول that's right لو انا معترض هقول you are wrong لو انا عايزة قل رأي I think مثلا I think it's good I think it's bad what's your opinion of my new car asking for a place where is or where is the bank where is the hospital apology لو عايزة اعتذر I'm sorry I'll never mind لو انا موافق it's a good idea لو انا رافض الشيء it was bad or it is awful صيغة الطلب المهزبة could you allow me to go could you help me to do so and so et cetera الاختراحات I suggest I suggest مثلا to go to the cinema I suggest to go to the theater directions هقول turn right or turn left البرهيبشن it is not allowed ودي نموذج القطعة احنا هيبقى لنا قعدة طويلة في القطعة وحيبقى في فيديو مخصوص عن كيفية حل القطعة بعدين راح نتناقش فيه وراح ننزله وده how to make a good summary موجود عندي فيديو خاص للتلات مراحل 10, 11, 12 عن كيفية عمل good summary التلخيص وكتابة الموضوع اتمنى ان انتوا تشوفوه وحلحقوا ان شاء الله في النسخة الجاية من المذكرة ودي طرق عمل السمري ودي موجودة في شرح الفيديو وانا هنزله كمان مع الفيديو ده واخر حاجة عندنا الموضوع برضو هنتكلم عن كتابة الموضوع في الفيديو خاص ودي تقريبا شرح الوحدة الاولى كاملة اتمنى انتوا تستفيدوا بيها good bye